نحن الآن جالسين في هذا اللقاء وفي حملات بأمر معالي وزير الداخلية على مراكز التجميل ومراكز المساج ويوجد إجراءات أخرى بحق أكثر من وكر إضافة إلى الشبكات التي عملنا عليها هي من ضمنها شبكات تستقدم العمالة من دول الجوار من ضمنهم دول عربية سوريا أو لبنان وهنا يتم خداعهم بأنهم جاءين على ضمن عقود يلقي نفسه منه هذا العقد يكتشف بأن هذا العقد ويمي غير صحيح ويجبر على العمل في مجالات أخرى يتم سحب مستمسكاته وثائق السفر يتم الضغط عليه بطريقة أو بأخرى لكن الحمد لله من خلال مصادرنا ومن خلال متابعتنا الفنية ومصادرنا السرية تم القاءة القبض بالجرم المشهود طبعا شكرا على المحاكم المختصة طيب